هل يونة هذا مثل يونة الحديد؟ لا. تقول الله سبحانه وتعالى موجود والجنة موجود. هل هذا الوجود كهذا الوجود؟ لا. إذن ما من جنة في الوجود إلا وباليوم قد يستبهن فيه حتى انتهى في المستفد. فحياة الله سبحانه وتعالى حياة تبقيتها بجوة عونه. وهذا المخلوم لا يلقى بالمخلوم. طيب. الثالث أن بعض الناس يجعل إخبات ما أثبت الله لنفسه تشبيه مع التنزيل. ولذلك يرونها للسنة بألقاء ونفروا الناس عنه. مشبهة مجسمة شكاكة نواصف وتاء وحبية جامية وغيرها. حشوية. مفتوم؟ نعم. طيب. قال؟ بل. بل يؤمنون. يعني لا تحريف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. ما شي أصبح يؤمن. يثبت لله ما أثبت للنفسه أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. بل يؤمنون بأن الله ليش كمثني شيء ويأتي معنا إن شجاء الله تعالى. شبحا لك. نعم. قال؟ قال؟ وَلَا يُنفونَ عَنْهُ مَا وَسِفْتُمْ إِذًا يثبتون؟ نعم. وَلَا يُنفونَ عَنْهُ مَا وَسِفْتُمْ مِنْهِ مَسَةً وَمَا وَسِفْتُمْ بِهِ رَسُولُهُ بَنْهُ إِلْهُمْ مَا وَسِفْتُمْ وَلَا يُحَذِفُونَ عَلْمَوَاضِيَ وَلَا يُمَسْلُونَ وَلَا يُنْقِفُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ بِنْهُمْ وَلَا يُخِدُونَ الإلحاد أخذنا بالأمس ولا الحدود الإلحاد الإلحاد الأسماء صفات الميل بها علمية إلحاد تقدمانة بالأمس ينقص معنا قسنا إلحاد فى الآيات الشرعية والكونية والإلحاد فى الآياتykونية والإلحاد فى الآيات الشرعية وكونية الخاتف من الأذن الشرعية قلت الله مخلوق في الأذن الكونية قلت الطبيعة تخلق الأشياء الخاتف من باب الأسماء والصفات خمس أقسر أحسن من أن تقول القسم الأربع أقسر أن ينكر الأسماء كلها أو بعض كلها كالجهمية بعضها كالأسائل يزبت الأسم ونكر الصفة سميع بالأسمع عليم بلاعب قدير بلاقدر جهمية الثالث أن يجعلها دانا على التمثيل يستغل منها أسماء الأصنام الألات والعجل ومناب يسمي الله بما يسمي بالنفس إلا فاعل وقادر احترار الثالث نعم فلهم يؤمنون بأن الله تعالى ليس بالنسبه شيء ومستميع نصير فلا يمثل عنه ما وصف فيه نفسه ولا يحدثون بذلك عن مواطعه ولا يلعدون في أسمائه وصفاته في الأسماء أخذنا هذا معناه من المؤلف يشير إلى أن الإلحان يقسم الأسماء الحج في الأسماء والصفات والحج في الآيات نعم ولا يمثلون صفاته في الصفات الحقين لأنه سبحانه لا سمية له لا سمية لا لا سمية ولا لدة ولا كف يقول الشمعة إيمان رحمة الله تعالى هذه معانيه متقادرة لكن عندنا قاعدة مهمة جدا الصفات المنفين الصفات المنفين ما نفى الله عن نفسه ما نفى عنه رسوله صلى الله ما يطريح تالس سنة والجماعة في الصفات المنفين نفى عن الله كما نفى عن نفسه كما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضل إذا لا بد أمرين في الصفات المنفين النفي وإثبات كمال الضل لماذا؟ قال لأن النفي المحض ليس بكمال النفي المحض ليس بكمال تقول هذا التجار لا أظلم أحد هذا مجح والله ليس بمجح هذا قدح لكن تقول نفى الله سبحانه وتعالى عن نفس الظلم وما ربك بظلام العدي لماذا؟ نفى الله سبحانه وتعالى نفسه الظلم لكمال عدله وقدرة سبحانه وتعالى نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته رفهم إذا لا بد أمرين الصفات المنفين نفي مع إثبات كما لفتد أن النفي المحض ليس بكمال نعم ولا يقاس بخلقه ولا يقاس القياس تقدم مع تسوية فرع لأصل في حكم لعنى جامع بينهم إلا أن العلماء رحمه الله يقولوا كن قياس محضر يعني قياس المخلوق أو الخالق بالمخلوق إلا قياس واحد وهو قياس الأولى يقول هذا الحق كل صفة كمان فالله سبحانه وتعالى أولى أن يوصف به وكل صفة نفس وعيد فالله سبحانه وتعالى أولى أن ينسع عنه نعم فإنه أعلم بنفسه لماذا يقول فإنه أعلم بنفسه وبغيره أصدقك هذه الأشياء التي دخلها المؤلل تترى هنا تأتي بإذن الله تعالى في التدورية هذه يسميها العلماء عناصر الدلالة والإفهام عناصر الدلالة والإفهام عناصر الدلالة والإفهام عناصر الدلالة والإفهام أو أمور إذا اجتمعت في الكلام وجب أن يقبل أن يكون الكلام صادر عن علم وصدق وبيانه في الصلاحة وإرادة فيدار كم أربع ذكت الشيخ الإسلام ابن تيمية هنا رحمه الله ثلاث عام وآظام الشيخ بن عظيمية رحمه الله تعالى وانصر الله فيه هذه يسميها العلماء عناصر الدلالة والإفهام أمور أربع استمعت في كلام وجب أن يقبل وبهذه الأمور الأربع نستطيع أن نرد على الهندار نسأل هؤلاء هل أنتم أعلم أم الله لابد أن نقول الله هل أنتم أصدق أم الله لابد أن نقول الله هل أنتم استطعتم أن تأتوا بكلام فيه بيان وفصاحة أحسن مما جاء للقرآن وفصاحة أحسن مما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نقوله لا إذن أفجعنا دلالات السنة بعد دلالات الكتاب نعم مفتوض وإلا لو قالوا غير هذا نقول مسجدنا بإنزال القرآن وإرسال النبي عليه الصلاة والسلام كلها ضرر صح؟ نعم وكان ترك الناس بلا كتاب رسلنا أحسن طول الأربع عن ياصر الدلالة والإثمان علم وصدق وبيان وصاحة أرادة الهداء قلنا لك بثلاثة شيخ الإسلام وأراد المسجد من العثيمين رحمة الله تعالى أمر رابع نعم وهو في الحقيقة أي الشيخ من العثيمين رحمة الله تعالى يعني أستفد هذا من كلام شيخ أسلام التيمين لكن سبحان الله الله سبحانه وتعالى رفق الشيخ من العثيمين رحمة الله تعالى أن يزمع مسائل متفذقة أحيانا بهذا بالأعجاب يعني مثال هنا النقر عناصر الدلالة فقرد أخذنا لم تقدم نظر الصف العزيزي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى واحفظوا ايمانكم وجدت من يطلع فى ايمانكم لا تحلفوا ومن احفظ ايمانكم من تكفر إلا تأتوا بها احفظ ايمانكم بالوفاء واحفظ ايمانكم بل لا تحلفوا إلا بالله قال مراتب حفظ اليمين أهبع ابتداء وسط وانتهاء ولا نحلف إلا بالله مفضل سبحان الله إخلاص نعلم وأكسار رحمه الله على طريقة السنة وجمع أمور وشرح كتب السلف ولم يترك هذه الكتب أخذ يشرح فيها حتى أن الله سبحانه وتعالى فتح عليك نعم السلام من فضل فعليه فضل ما يأتي ما يأتي نعم قال لا لا تعيد الكتب حتى يشرح فإنه سبحانه أعلم بنفسي أعلم وبنفسي وأصدق القيلا وأحسن الحديثة يبغى معنا يراد التهيد والله يريد أن يتوب عليكم حريق حسبا في ليزا ومات عشر وجاء الوزير وجاء أمير المنطقة وجاء كلب وجرح عشرة ثم بعيد دقائق قال الكلام اللي قتوب من الحريق قتل عشرة وجرح مئة ومنجيج فلان هذا من سب لم يحب تحديث كان بارس تزوج عشرة ومئة الطريق وكذا وكذا ما نقول عنه كذاب صحيح نعم طيب كل ما أخبر به الأنبياء والرسول عليه الصلاة والسلام عن ربهم هذا ما يمكن يدخل المسك لكن كيف يتبه عنده من الكتاب والسلام قال فمن ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقهم ثم هدى قال فمن ربالي القرون الأولى قال علمها إذن ربي في كتاب لا يطل ربي ولا نسى هذا خبر عن موسى عليه الصلاة والسلام جاء في ثبث من شرع إذن هذا ما يمكن يدخل النسك مخفوم نعم إذن الأسماء والصبات لا يدخل هالنسك وكل ما أخبر من الأنبياء والرسول عليه الصلاة والسلام مع ربهم فهو حق ولا نسى لكن كيف تثبت عندها بكتاب والسلام نعم قال كل ما رسلوا عليه الصلاة والسلام صادقون فيما يقوله مصدقون أو مصدقون إما أن الله صدقهم أو يجب عن أقوام أن يصدقهم ويصح الجم فتأتي الآن وانت تحفظ تقول صادقون مصدقون ومصدقون فاجمع هكذا وتمشي للشرف هذا يعني من باب أنك توقح المعادل ولا تغير أصلا في ما ذكر الشيخ الإسلام يعني مثلا الآن عندما تأتي في أثباب صفة المحبة لله تكر المؤلف رحمه الله تعالى المحبة المحبة ثم ذكر آيات قال آية آية المحبة ذكرها وذكر محبة وود وذكر آية الود الغفور وذكر الغفور وبدو ثم الشيخ بالعظيم رحمه الله زاد آية فتحفظ وانت تحفظ في المدل واتخذ الله إبراهيم خلينا حتى تكمل عندك أنواع محبة ثابتة لله محبة وغذ وخل مفهوم وعلى هذا كذلك يا الله بشه نعم مصدقون ومصدقون نعم بخلال متهوكين وحيراء لا علم ولا صد ولا بيان وفصاحة ولا إرادة هدائي اجتمع عناصر الدلالة بالفهم في كلام الله وكلام من أبياء ورسل علم الصلاة والسلام نعم ولهذا قال سبحانه ولهذا قال سبحانه نعم سبحان ربك رب العزف عما يسفون عما يسف هؤلاء شكرا الإسلام سوح نعم نعم نزفها نفسه نفسها نفسه وصفه به المخالفون له نسل يا أبياء وصف عليهم نسل على المسلين لسلامة ما قالوا يعني من النقص والعلم نعم ترم نعم نعم وهو سبحانه قد جمع فيما وقف نفسه قد جمع مما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثباب هذا هو التوحيد حقيقة التوحيد لو شعرت أي أحد ما هي حقيقة التوحيد تقول الجمع بين النفي والإثباب حقيقة التوحيد حقيقة التوحيد للجمع بين النفي والإثباب ورقنان الشهادة نفي والإثباب لكلمة الإخلاص ورقنانهم هما نفيهم وإثباتهم فاحفظنهم حقيقة التوحيد ما هي الجمع بين النفي والإثباب مثال تقول زين قائد أثبت القيام لزيد نعم ممكن ممكن يكون هناك مشارك لزيد عمر خالد وكاد صحيح لكن لو قلت لا قائمة إلا زين أثبت القيام ونفيت أن يكون معه مشارك إذا أفرت جيد بما بالقيام هذه هي حقيقة التوحيد لا إلهة نافي جمع مع عبد المدون إثباب إلا الله بسم تعباد الله وحدنا الشريكا إذا وهو سبحانه قد جمع في ما وصل وسمى به نفسه بين النفي والإثباب لا بد أن تجمع وهذا هو التوحيد إذا حقيقة التوحيد الجمع بين النفي والإثباب صح هذا اللي بجانب صحيح أو قاب نعم أقرأ ما هي أفرت التوحيد خليك أقرأ نعم أول حد نعم فلا عدود لأهل فلا عدود إذا أهل السنة لا يمكن عدود عن هذا الطريق طريقة الفتاء والسنة وكام عليه السلام نعم فلا عدود لأهل السنة وعجماءة أما جاء فيهم وصلون عهم صلاة والسلام نعم فإنه السراط المستقيم السراط طريع مذلّ مهيئ بسع كل أحد وصف أن المستقيم للأقرب الطريق السراط السراط إما يضاف إلى الله لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ورح سراط الله أو يضاف للسالكين إهدنا السراط المستقيم سراط الذين نعم تعلم سراط 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 الذين نعم الله عليهم سراط من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين والشهداء والصالحين مرة أخرى الأمبياء هم الأمبياء عن المصرات والسلام والصديقين والشهداء والصالحين والصديقين صديقين والشهداء والصالحين والشهداء والصالحين والصالحين مرة أخرى الأمبياء والصديقين ولا سب اعتمدهم الله سبحانه وتعالى وشهداء نعم وصالحين والصديقين من هم والذي جاء بالصدق وصدق منه وتقدم الصديقين في هذه الأمة أو بكر الصديق رضي الله عنه صديق هذه الأمة عائش رضي الله عنه الصديق صدق الله سبحانه وتعالى وضرها من ما أقماها به أهل النفاة الصديقين الشهداء أما شهداء المعركة أو العلماء لأن العلماء شهداء شهد الله أنه لا إله إلا هو الملأة والعلم قادما بالقسم أي بالعلم والصالحين هم الذين أدوا ما فرض الله عليهم فعل الطاعات واجتناق المحرمات فهم صالحين مفهور نعم قال وقد نعم وقد دخل في هذه الجملة في هذه الجملة أي جملة جملة ما وصد الله سبحانه وتعالى به نفسه نعم واصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لا أعبد المؤلف رحمه الله تعالى يسرد الأدلة لكن المؤلف يعني لا يسرد هاتذا انتبه هذا شيخ الإحلام هذا نعم رتب الأدلة رتب الأدلة ترتيب دقيقة والله وهذا من فضل الله جاء بالسورة ثم بآية ثم أحد يورد الأدلة شيء فشيء فشيء وأطال بآخر أدلة ثم أحد يورد الأدلة وهذا جذل على تبقى المؤلم رحمه الله تعالى وذكر السورة ثم أحد يورد الأدلة وتكلم عن السورة وعن الآلة طيب الله علم نجعل هذا يوم قسم الثاني إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر والله أعلم صلى الله عليه محمد رحمه السلام كم رطيف رحمه 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 إذن هنا صلاة العصر نراجع إن شاء الله تعالى ثم نبدأ نحن أدلنا من الضرار